قرار النائب العام المالي القادع الإبراهيم بوضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً ومن ثم إعادة تجميد مفاعله من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويديت بعد اجتماعه ووفد من جمعية المصارف أعاد الانقسام السياسي إلى الوجهة وهذه المرة من باب المصارف لأسيما الحرص على مصلحة المودعين فوقع القرار جاء ثقيلاً على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي سرعان ما غرد واصفاً إياه بالانقلاب على النظام الاقتصادي ورسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج فيما اتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه وراء القرار الذي اتخذه إبراهيم وكان تأكيد عبر مكتبه الإعلامي أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء إلا أن عدم تدخله في القضاء وبحسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاصم هاشم لا يقصر رئيس بري عن التدخل حرصاً على أموال المودعين عبر التوسع في مسار قضائي ووقائي بعيداً عن السياسة كان الهدف منه حتى ما يكون فيه أي خطوة من أصحاب المصارف ومجلسة الإدارية أن تتصرف ببعض الممتلكات من الأصول كانت هذه خطوة أولية على طريق مصار قضائي قد يتوسع أكتر فأكتر خاصة وأنه موضوع بيع السندات اليوروبان للخارج من بعض المصارف خطوة كانت غير مريحة رئيس بري بموضوع عدم تدخل في الملف بموضوع القضاء وهذا وما صدر بالذات لكن بالموضوع المصارف وتعطيها مع الناس الرئيس بري دائماً منحاز إلى جانب المودعين وقال كلاماً واضحاً أنه نحن نعتبر أن أموال المودعين هي من المقدسات التي يجب الحفاظ عليها قرار منع التصرف هذا جمده القاد عويدت مبارراً ذلك إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين والأمن الاقتصادي وأبرز ما جاء في بيان عويدت أنه وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئة المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها والسؤال ماذا يعني التجميد؟ وهل صحيح أنه في حال تم سحب قرار القاد إبراهيم؟ فإن حركة أمل وحزب الله إلى الشارع يتم التعاطي مع مثل هذه القرارات وفق مقتدرات المصلحة الوطنية ومصلحة الناس أولاً وأخيراً تجميد عدم الإلغاء بشكل نهائي وقد نحتاج إليه في أي لحظة من اللحظات أي قرار قضائي قد يجمد فترة لمرحلة ولكن يكون جاهزاً عندما تكون الحاجة لمثل هذه القرارات